ننتقل إلى الطريقة الثانية للفصل بين عناصر التكاليف المتغيرة عن التكاليف الثابتة وهي طريقة التحليل البياني إيش هذا طريقة التحليل البياني؟ وعلى ماذا تقوم؟ قال لي تقوم طريقة التحليل البياني على رسم خط يسمى خط الاتجاه trend line أو خط الانحدار regression line والذي يمر خلال النقاط التي تمثل التكاليف الرسم البياني إذن هذه الطريقة تقوم على فكرة الرسم البياني طيب نشوف الرسم البياني إيش فكرته؟ طبعا حيكون عندي محور الأفقي مخرجات النشاط إذن المحور الأفقي هذا هو مخرجات النشاط تمام بينما يمثل محور رأسي عنصر التكلفة المختلطة المحور الرأسي عنصر التكلفة المختلطة باستخدام ذات البيانات السابقة اللي احنا اخذناها في طريقة الحد الأعلى والحد الأدنى يمكن التوضيح يعني اعتبر أن نقطة التقاء هذه النقطة المقصود فيها اللي هو التكاليف المتغيرة مع التكاليف الثابتة يعني هذه تعتبر تكاليف ثابتة الجزء الآخر يعتبر تكاليف متغيرة إذن هذه التكاليف متغيرة نقطة التكاليف ثابتة وهكذا على الرسم البياني طبعا طريقة التحليل البياني لفصل عناصر التكاليف تعتبر غير دقيقة نوعا ما